السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على البيسات من العاب القيوة اللي راح نتوضع في ملعب وهران جديد هذا يا. وخاصة ان الدولة الجزائرية قررت اقامة البطولة الافريقية لالعاب القيوة للآكابر اللي كانت مقررة في الجزائر العاصمة قررت ان تقيمها في وهران في هذا الملعب الجديد. فاذن اصبحت عملية وضع البساط الالعاب القيوة في ملعب وهران جديد عملية ملحكة جدا ومطلوبة في اقرب الاجال. وخاصة انه الباريحة تم الاستلام الارضية في الميدان انتع كورت القادم من بشوشابة تم استلامها نهائيا معنتها انها مقابلة وصالحة للاستعمال ابتداء من الباريحة. فاذن الشركة المنجزة للبساط انتع الملعب كورت القادم هي نفسها اللي راح توضع البساط انتع الالعاب القيوة واللي راح تجلب هذا البساط هذا من سويسرا. فاذن احنا نعرف اللي الالعاب هذه الالعاب القيوة راح توضع في شهر جوان من السنة الفين وواحد وعشرين. فاذن ما فقنا الا بضعة اشهر لوضع البساط انتع الالعاب القيوة اللي راح يحتضن هذه الالعاب. حتى الملعب يعني الملعب تحضيرات هذا اللي موجود بمحاذاة الملعب الكبير. وكذلك لازم يكون اه واجد اه في شهر جوان لاستقبال اه هذه الالعاب. واذن اه بقنا الا بضعة اشهر اه لاكتمال اه كل ما تبقى من اشغال. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة